يعني أنا متصور إن إحنا يعني الإطار العام اللي لقاءنا يتكون من أربع مشاهد رئيسية المشهد الأول اللي إحنا انتهينا به في آخر قبل أسبوعين إنه في حاجة جوهرية بتتغير في العالم مع نشوب ربما أول وأهم أزمة سياسية في النظام الدولي بعد انتهاء الحرب البرد وإنها طرحت نفسها في شكلين الشكل الأول شكل تاريخي وهو أن النظام الدولي يتغير دائما بشكل جوهري عندما يحدث خلل في توازن القوى في العالم وقد حدث خلل في توازن القوى في العالم نتيجة شحوب القوى الغربية أو المعسكر الغربي والولايات المتحدة في مقابل أصعود الكبير سواء في القوى العسكرية أو الاقتصادية من قبل الصين وروسيا ده يعني منح تاريخي للنظر الأزمة الثاني ذات طبيعة عملية بحثة إنه إحنا نقشنا إنه حصل تعبئة على الحدود الأوكرانية وإنه هذه الحدود كان التعبئة العسكرية كان رد الغرب هو أننا سوف نعاقبكم اقتصادياً لو حدث ذلك وطبعاً كان في زهن الرئيس بوتين ما حدث في 2014 لما كان الموضوع جورجيا إنه كان فيه عقوبات اقتصادية فعلاً الرد بقى كان إنه روسيا لا تريد غاز أوكرانيا يعني تقلب ده أكتر من يعني عشرات المرات وإنه روسيا لديها طلب مشروع وهو أنه لا يجب أن تكون أوكرانيا تابعة لحلف الأطلنطي لأن ذلك يهدد الأمن القومي الروسي ده المشهد الأول اللي هو إحنا عملناه على حلقتين لو تذكروا قبل أسبوعين المشهد الثاني هو التصعيد كيف تمت عملية التصعيد خلال هذه الفترة يعني حدث والنهاردة إحنا في اليوم الرابع لعملية غاز ومتكملة لدولة اللي هي أوكرانيا من قبل دولة أخرى قوية لصيقة اللي هي روسيا وبدأ الغرب بالفعل تنفيذ بشكل تدريجي العقوبات الاقتصادية على روسيا بمعنى أن الحلقة التي وعد بها قد تمت إنما كما قلنا أنه لن تحدث حرب مباشرة بين الغرب وروسيا وإنما لدينا حتى الآن المعركة هي روسيا وأوكرانيا لكن نلاحظ أنه كانت في معرفة قوية في الحقيقة من قبل المخابرات الغربية أن البداية ستكون من المقاطعتين أو الجمهوريتين الشعبيتين اللي هم في الدنباس وبعدين الملاحظ في وأرجو أن أنا هنا بقى في سيادة اللواء وسيادة اللواء أيضا أن أنا شوية مندهش من كيف أن القدرة العسكرية الأوكرانية لم يتم توظفها بعناية أو يحدث فيها يعني في الأول بدأ الأمر كما لو كان أفغانستان أخر لكن ده لا حصل نوع من المقاومة لكن أنا لا أرى لا أرب جهات ولا حرب مدن ولا استخدام لمالوتكا ضد الدبابات ولا استخدام الصواريخ ضد الطائرات إلا نمازج صغيرة بمعنى هنا أنه صحيح اللي درسوا الوضع قالوا قد القوى العسكرية الروسية وقد القوى العسكرية الأوكرانية وهي زي ما بقوله قوى أوبرويل من الروسية إنما لما يجي 175 ألف وعلى أرض أوكرانيا توازن القوى ما هواش بالسوق اللي عليه المقارنة العام دي ملاحظة تانية إنما يبدو لي وهذا يبدو أنه النتيجة سوف تكون عكس ما يريده بوتين لأنه الدول المحايدة اللي هي الدول فنلندا والسويد يعني بدأ فيهم توجه نحو الحق بحلف الأطلنطي فالنتيجة أن حلف الأطلنطي سوف يكون محيطا أكثر بروسيا يضيق الخناق وبالمناسبة أنا بقول روسيا دايما كان حلف الأطلنطي حواليها سواء في دول البلطيق أو حتى لو عدنا النحية التانية قدام فلادفستوك فين اليابان اليابان بين أمريكا معاهدة عسكرية زيها زي حلف الأطلنطي بالزر نوصل للمشهد الثالث اللي هو التقييمات التي جارت كثيرا بعضها جاه في المقدمة أنه يعني ابتدت نوع كده شمعنا يعني كلام أنه أنتوا روسيا دلوقت تنزع لنا ليه أنها بتخش أوكرانيا والغرب راح الإراق وراح أفغانستان ولو إحنا جبنا التاريخ المصري أو تاريخ دول كثيرة في تاريخ العالم حصلت هذه المسائل بشكل عادي صحيح فهنا الغزو أحيانا خرج عن التحليل بتاع اللحظة اللي إحنا فيها وراء اللي هو كما لو كان كل واحد بيخلي ضبيره أنه طالما حدثت هذه الحوادث قبل كده أن ما يحدث الآن شرعيا وقانونيا فيه كمان تاني النكاية الشديدة في الحوار الذي جاره في مصر حوالينا الغرب أنه الغرب يعني تخلى عن أوكرانيا فيه هنا غياب لنقطة مهمة جدا إذا لم يتخلى الغرب عن أوكرانيا ودخل في حرب سوف نجد نفسنا إذاء اللحظة النووية اللحظة اللي هي يعني ما ننساش إن فيه للطرفين عندهم الترياد عندهم أسلحة نووية على الطيارات على الغواصات اللي تحت البح على الصواريخ اللي هي موجودة على البر الاثنين عندهم تاكتكال نيكلير مثودز يعني تقدر أنت تبتدي حرب تقليدية تلاقي نفسك حتنهازم تستخدم سلاح نووي سلاح نووي تكتيك تقول ده حيبقى إيه ممكن الإحاطة بيه والتعامل معه ولكن تلاقي نفسك عمال تخش فيه عملية تصعيد هنا في المشهد الثالث إن دور الصين تغير أولي أزمة ما حصلت قالك الصين حتروح مع روسيا خلال الأربعة أيام اللي فاتوا دول فيه حاجات لافتة في النظر أخرها إن الصين امتنعت عن التصوير في مجلس الأمر لكن الأهم تبريراتها ويمكن ده أثناء الحقيقة إن احنا نتكلم على الصين منبص على مقيل مهم جدا